تعتبر الملكة إليزابيث الثانية صاحبة أطول فترة حكم في تاريخ بريطانيا حيث وصلت فترة حكمها لـ 63 عام منذ عام 1952 اليوم تحكم إليزابيث مملكة دستورية مكونة من 16 دولة من مجموع 53 دولة من دول كومون وولد وترأس أيضاً كنيسة إنجلدرا ومنذ السادس من فبراير من عام 1952 تعتبر إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزلندا ومنذ وصولها للعاش حتى اليوم استقلت 12 دولة كانت ضمن الكومون وولد وعند وفاة فيليب دوق أدنبرا زوج الملكة في التاسع من إبريل من عام 2021 تحدثت الصحف حول فرضية وفاة الملكة وماذا يعني هذا الأمر لمصير بريطانيا والدول التابعة لها في هذه الحلقة سنعرض لكم آخر تحديد لاستعدادات الحكومة البريطانية لحدث وفاة الملكة إليزابيث الثانية قناة ورق تقدم مواضيع مختلفة ومنوعة وتهدف لنشر الوعي في مواضيع التقنية والتاريخ والثقافة ادعمنا من خلال النشر والمتابعة وأيضاً أطلقنا البودكاست الصوتي لقناة ورق والذي يحمل اسم ورق كاست وتجد في وصف الفيديو رابط لورق كاست كشفت الوثائق المسربة التي كانت محاطة بالسرية منذ فترة طويلة والتي انتشرت في سبتمبر من عام 2021 عن تحديث للخطة الحكومية للأيام التي تعقب وفاة الملكة هذه الخطة تحمل اسم الرمزي عملية جسر لندن المستند فيه تفاصيل دقيقة لما ستقوم به العائلة المالكة ومجلس الوزراء في حال وفاة الملكة صاحبة أطول فترة حكم في تاريخ بريطانيا يتضمن الجدول الخطط التي وضعها مكتب مجلس الوزراء لعملية جسر لندن ويشمل التحديث أيضاً ذكر لجائحة فيروس كورونا وهو ما يؤكد بأنه مستند حديث تم وضع خطة لما سيحدث في حال وفاة الملكة منذ ستينات ولكن تم تنقيح هذه الخطة في مطلع القرن الـ 21 وفي عام 2017 تسرب هذا المستند للغارديين لتنشر للعامة تحت عنوان الخطة السرية للأيام التي تتلي وفاة الملكة وفقاً للتقرير فأنه بمجرد وفاة الملكة سيتم إبلاغ رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والذي يعتبر أعلى منصبين حكوميين في بريطانيا وأيضاً سيتم إبلاغ عدد من كبار المسؤولين والوزراء على الفور رئيس الوزراء سيتم إبلاغه من قبل السكرتير الخاص بالملكة والذي أيضاً سيبلغ مكتب مجلس الملكة الخاص وهذا المجلس بدوره سينسق عمل الحكومة نيابة عن عرش الملك وأوضحت صحيفة الـ Guardian بأنه آخر مرمات فيها ملك بريطاني كان قبل حوالي 65 عام وكانت عملية نقل السلطة تحمل في ذلك الوقت اسم هايت بارك كورنا في حين أنه في هذه الحالة سيتم إبلاغ رئيس الوزراء بجملة لقد نهار جسر لندن سيتم إبلاغ أعضاء المجلس الوزراء بجملة لقد أبلغنا للتو بوفاة جلالة الملكة وفي اليوم المشار إليه في الوثائق باسم الـ D-Day ستصدر الأسرة المالكة بعد ذلك إعلان رسمي لإعلام الجمهور بوفاة الملكة وفقا لما أوردته صحيفة بوليتوكو سيتم تحضير نص خاص من قبل سكرتارية البرلمان من أجل إبلاغ الوزراء سيقوم مجلس الاستجابة العالمي التابع لوزارة الخارجية بتنبيه 15 حكومة خارج المملكة المتحدة حيث أن الملكة هي أيضا رئيسة للدولة و36 دولة من دول كومنوولث حيث أن الملكة هي الرمز الأعلى لهذه الدول تماشيا مع التقاليد بمجرد الإعلان رسمي عن خبر وفاة الملكة سيعلق قماش أسود على بواب قصر باكنغام وسيكون فترة الحداد الرسمي 10 أيام الموقع الإلكتروني الرسمي للقصر سيتحول للون الأسود مع رسالة مختصرة توضح فيها الحدث كانت البي بي سي تحمل امتياز حصري على أعلان وفاة أي فرد من أفراد العائلة المالكة لكن هذا الاحتكار انتهى لتكون وكالة بريس أسوسييشن هي التي تحمل هذا الامتياز لتخبر بدورها بقية وسائل الإعلام العالمية في نفس الوقت تملك كل مؤسسة إخبارية رئيسية تقريبا أفلام ومقالات ومقاطع فيديو إخباري مسجلة مسبقا جاهزة للانطلاق ويعتقد بأن The Times لديها محتوى خاص بـ 11 يوم لتغطية الحدث في حين أن سكاي نيوز و ITN قد وقعتها بالفعل عقود مع خبراء من العائلة المالكة لتغطية الحدث سيتم تنبيه المحطات الإذاعية التجارية من خلال شبكة الأضواء الزرقاء والتي من المفترض أن تضيء في حال الطوارئ الوطنية أما القنوات والإذاعات الغنائية فستتحول لقنوات إخبارية مع تذكيرهم بإمكانية تشغيل أغاني على أن لا تكون مؤذية أو مخلة وذكر التقرير بأن العائلة المالكة ستعلن عن خطط لجنازة المالكة والتي من المتوقع أن تكون بعد عشرة أيام من وفاتها وفي يوم وفاتها ستقام صلاة إذكارية في كاتدرائية القديس بولس ليحضرها رئيس الوزراء وعدد قليل من كبار الوزراء وفقا للوثائق المسربة سيتم التخطيط للخدمة لتبدو عفوية وأضاف الموقع بأنه إذا ماتت الملكة في بالمورال في أسكتلندا فأن عملية يونيكورن ستنطلق وفيها سينقل جثمان الملكة إلى لندن بالقطار الملكي إن أمكن أما إذا كان هذا الأمر مستحيل سيتم تشغيل عملية أوفرستادي مما يعني بأنه سيتم نقل التابوت بالطائرة التجهيز لجنازات كبار أعضاء الأسرة المالكة هو عادة يتم قبل الحدث بأعوام طويلة يتم التخطيط لجنازات كبار أعضاء العائلة المالكة قبل سنوات وهذا التجهيز يشرف عليه توق نورفولوك منذ عام 1672 وفي الخطة الحديثة تم وضع الخطط التفصيلية لجنازة الملكة ولتسلسل الأحداث في كل من بريطانيا و15 دولة أخرى ليتم في النهاية تنصيب ملك جديد للشعب بصفتها ملكة تمنح الملكة للقائين جنازة رسمية وسيتم إغلاق البنوك وبرصة لندن في ذلك اليوم سيقود الجنازة رئيس أساقفة كانتبوري وستحضره العائلة المالكة والسياسيون ورؤساء الدول من جميع أنحاء العالم ضمن المستند هناك خطة تحمل اسم عملية الريشة وفيها أن النعش الملكة سيرقد في قصر وستمينستر لثلاث أيام بين اليوم السادس والتاسع وفقا للمستند سوف ترقد الجثة على صندوق مرتفع يعرف باسم كاتافلاك في وسط قاعة وستمينستر وسيكون مفتوح للجمهور 23 ساعة في اليوم وفي اليوم السادس ستجرى بروفا نهائية لموكب الجنازة الرسمية وفي يوم الجنازة سيكون هناك دقيقتين من الصمت على أنحاء البلاد ظهرا وأضاف المستند بأن العديد من الإدارات الحكومية تشارك في التخطيط حيث تقوم وزارة الخارجية بترتيب وصول رؤساء الدول وكبار الشخصيات من الخارج ووزارة الداخلية ستكون مسؤولة عن الترتيبات الأمنية أما وزارة النقل فستكون مسؤولة عن التأكد من عدم إثارة الفوضى في شبكات النقل بسبب توقع ازدحام المطارات ومحطات القطار لمن يريد الوصول للندن وفي عام 2017 أشارت صحيفة الغارديان إلى أن الملكة ستكون أول ملكة بريطانية تقام جنازتها في الدير منذ عام 1760 مضيفة أن الجنازة سيحضرها حوالي 2000 ضيف في حين أن كاميرات التلفزيون ستوضع على أنحاء الكنيسة بشكل مخفي في الجدران بحثا عن أهم الصور لهذا الحدث الهاب بعد الجنازة في ويستمينستر سيتم دفن الملكة في كنيسة الملك جورج السادس بالقلعة بعد وفاة الملكة سيصبح أمير ويلز ملكا تلقائيا كشفت الوثائق المسربة أن الرئيس الوزراء سوف يعقد لقاء مع الملك الجديد وفي السادسة مساء سيبث الملك تشارلز خطابا للأمة أما في اليوم التالي سيجتمع مجلس الانضمام الذي يضم شخصيات حكومية رفيعة في قصر سانت جيمس لإعلان الملك تشارلز ملكا جديدا ومع ذلك لن يطلق عليه بالضرورة الملك تشارلز حيث يمكن لأفراد العائلة الملكة اختيار اسم رسمي للملك الجديد مما يعني بأنه قد يصبح الملك فيليب أو آرثر أو حتى جورج وفي اليوم الثالث سيستقبل تشارلز التعازي في قاعة ويستمينستر ليبدأ بعدها جولة في المملكة المتحدة يبدأ أولا بزيارة البرلمان الأسكتلندي وكاتدرائية سانت جايز في أدنبرا وفي اليوم الرابع سيزور إيرلندا الشمالية ويتلقى التعازي في قلعة هيلسبرى وسيحضر القداس في كنيسة سانت آن في بلفاس وفي اليوم السابع سيصل الملك الجديد لويلز ويستقبل التعازي في البرلمان الويلزي ويحضر القداس في كاتدرائية لاندارف في كاردف شاركنا بالتعليقات عن رأيك في الحلقة وتجد في نهاية وصف الفيديو رابط لورق كاس والذي به محتوى صوتي خاص وإذا عجبت محتوانا ادعمنا من خلال اشتراكم كنت تشوف فيديوهات أخرى من قناتنا والتي تطرح مواضيع مختلفة ومنوعة